هجوم أفسد الحفلة وأصاب أهدافا ثمينة في أهم قواعد الجيش الوطني في اليمن الهجوم أعاد إلى الأذهان السلاح الجديد الأكثر خطورة الذي يمثله الطيران المسير في سياق المعركة الدائرة حاليا بين السلطة الشرعية وجماعة الحوث الانقلابية المدعومة من إيران هكذا تصبح العند أكبر القواعد العسكرية في البلاد عرضة للاختراق بهذه السهولة ويتحول هجوم بطائرة مسيرة إلى ضربة مؤلمة قتلت جنودا وأصابت قيادات عسكرية عليا في الجيش الوطني بعضها يواجه صعوبة في تلقي العلاج المناسب بما في ذلك الإخلاء الطبي الآمن إلى خارج البلاد مصدر طبي أفاد بأن محافظ لحج اللواء أحمد التركي وقائد الكلية العسكرية العميد الركن عبد الكريم قاسم الزومحي وحدهما نقل إلى الخارج فيما تعذر النقل نائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن صالح الزنداني وقائد الاستخبارات العسكرية اللواء محمد صالح طماح نظرا لحالتهم الصحية التي لا تسمح بالسفر وفقا للمصدر وسط تساؤلات عن تخادر لا يمكن فهمه من جانب التحالف الذي يمتلك إمكانية إخلائهما بطائرة خاصة معدة لهذا الغرض ردود الأفعال على هذا الهجوم اقتصرت حتى الآن على بيانات للحكومة ولجنتها الأمنية وتصريح مقتضب وحذر من جانب المبعوث الأمم إلى اليمن مارتين غريفث فيما يستمر الصمت من قبل الجميع بما في ذلك حلفاء الشرعية فاعتبرت الحكومة أن الهجوم يمثل رسالة تحدي للمجتمع الدولي وقراراته ومؤشرا واضحا على رفض ميليشيا الحوثي الصريح لجهود السلام وانتقدت ما أسمته صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وتساهلهم مع الميليشيا ما شجعها على التمادي في نهجها العدواني والوحشي على حد ما جاء في بيان الحكومة واستنكرت الحكومة السمرار إيران في التمرد على القرارات الأممية الملزمة وانتهاكها لحضر تسليح الحوثيين وتزويدها لهم بالطائرات المسيرة وتهريبها للصواريخ والأسلحة إليهم من جهتها وجهت اللجنة الأمنية في اجتماع عقدته برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد أجهزة الاستخبارات وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقيادة معسكر العند برفع تقرير متكامل حول ملابسات ذلك الحادث الإجرامي وخلى بيان اللجنة من أية إشارة إلى إمكانية إجراء تحقيق حول هذا الحادث الأخطر من نوعه جهته حث المبعوث الأممي إلى اليمن الحكومة اليمنية والحوتيين على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن المزيد من التصعيد وناشد من أسماه مطراف الصراع العمل على خلق مناخ موات للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السويد وعن استئناف عملية السلام اليمنية